دعا وزير الخارجية السعودي عادل جبير إلى ضرورة الوقوف بجدية ضد الممارسات الإيرانية التي جعلت المجتمع الدولي يصنفها بالدرجة الأولى بالدولة الأولى الراعية للإرهاب وقال الجبير في ختام اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في القاهرة إن الصاروخ الإيراني الباليستي الذي تصدت له السعودية يعكس العضوان المتكرر ضد المملكة مشددا على أن السكوط على الاعتداءات الإيرانية عبر عملائها في المنطقة لن يجعل أي عاصمة عربية بمنأة عن هذه الصواريخ